موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام مرحبا بكم في قناة سارة انجليش ومرحبا بكم في درس جديد الدرس ديالنا اليوم هو عد يكون باج 151-151 من تيكيت انجليش ديال السكندير باكالوريو هذا هو اخر درس عد تلتو عليكم انا سوري هذا اخر درس اللي عدنا في المقرر هو الرايتين نبدأ بالتمرين الاول قالوا لنا هو اللي وال اننا عد نقرأو هاد الارتكل وغاد احنا نجاوبوه على الاسئلة اذا نقرأوه ونفهموه اي نقول لها باراغراف سموها كينا عباسي اكترا so brain drain for or against brain drain كلنا عارفين هو هجرة الادمغة for معا او ضد or against هي ضد to conclude what would happen to conclude هي باش نلخصوا what would happen if we forbade brain drain and kept all those talents inside the country شنو غادي يقع لك ان منعنا الهجرة الادمغة وقاع هادوك التالنت هادوك المواهيب خليناهم من داخل جيل الكانتري انتخل انتع الدولة will they be able to grow and be as productive as they want to واش غادي يقدرو بحالا قلتي يكبروا ريوثهم ويكونوا اكتر انتاج كما هما يباغين or will they join the rows of unemployed people and create more problems for our society ولا واش غادي ينضمو لهادوك صفوف انتع الناس ليه ماخد دامينج ويخلقونا مشاكيل اكتر للدولة ديالتنا باش تعرفو هاد التكست هاد را هم خربقين لكم وحنا غادي نرتبوهم في التعمارين اللي عندنا بي at the first glance بحالا قلتي في اللمحة الاولى لمحة البصر وزم ديك اللمحة الاولى ولدك كتسمع brain drain دك اول حاجة كتجيك في دمارك so brain drain seems like a big loss brain drain هجرة الادميغا كيبن بحال واحد خسارة كبيرة a considerable number of young people are leaving the country زم واحد العدد مهم من الناس اللي هما يا شباب كيخرجوا ويخلوا ال country الدولة ديالتهم it looks like the country is losing a lot of educated workforce كتبان لنا هنا بحالا ديك الدولة كتخسر بزاف متاع الناس اللي قارين مزيان كتخسرهم من ال country however رغم ذلك it seems a big advantage that talented minds are able to leave the country and pursue their dreams elsewhere يعني كتبان بحال واحد لادفونتاج كبير واحد الميزة كبيرة من تمال هدوك الادميغا اللي هما يا موهوبين باش يكون عندهم واحد القدرة باش يخليوا لغادروا ال country الدولة ديالتهم باش يتبعوا الاحلام ديالهم في اماكن اخرى مادام مالقوهاش في البلاصة اللي هما ساكنين فيها c another argument in favor of brain drain واحد الارجومون واحد اخر لزماء for brain drain اللي مع brain drain is that talented brains يعني دوك الادميغا الموهوبة would like to ensure their own future in that of their families يعني تهموا بغيين باش يضمنوا المستقبل ديالهم و المستقبل متاع العائلات ديالهم what is wrong with the desire to look for a better living standard in another country زماء اشنا هو الخطأ ان يتكون عندك واحدة الرغبة باش تتقلب على على living standard اللي كتكون افضل في دولة واحدة اخرى معايير ديال العيش كيكونوا افضل في دولة واحدة اخرى اذا مشنو المشكيلي لا بغيسي انك تحقق دوك الاحلام ديالك وتمشي لدوك بلاسة اخرى اللي فيها high living standards I mean يعني كنقصد everyone likes to improve his or her conditions يعني لكي قصدنا باديك السؤال انه كل واحد فيهم كل واحد بغي انه يطور ويرفع من الظروف العيش دياله we therefore should not prevent بحلقة لك إذا نحنا مخصماش نمنعوهم prevent yes so we should not prevent anyone from the pursuit of this dream of this right يعني مخصمان منعو احتش هي واحد من السعي وراء هاد الحق يالو دي the first argument I would like to mention اول argument والحجة هما الargument اللي غالي نبغي انذكر is that individual talents will get the chance to grow in a favorable environment يعني اول حجة اللي غالي بغي انذكر لنا هو انه individual talents دوك الافراد اللي هما talented would get a chance غالي تكون عندهم واحد لا شانس باش يكبروا في واحد البيئة اللي هي مزيانة they would get more support غالي حصلوا على واحد support اكتر and have more opportunities to flourish وغالي يكون عندهم بزاف انتاع opportunities for us to flourish flourish هي ازدهرو this would help talents grow and not be wasted هاد شي غالي ساعدوك المواهب انهم يكبروا ماشي ويستدهما غير كيخسرو ما كيضيعو شي كيخسرو here is a simple example هوا واحد الاجزومبل لقليك اللي هو très simple a very clever friend of mine واحد صديق ديالي اللي هو يدكي بزاف received a medal in the national maths olympics يعني حصل على الميدالية في national maths olympics الوطانية and graduated from the university with the best mark وتخرج من the university واحد اعلى نقطة for a while he unsuccessfully tried to get a job يعني كيحاول ولكن كيحاول لقى خدمة وما لقاش خدمة نهائيا finally اخيرا he decided to go abroad قرر انه يمشي الخارج now he has a good job and lives happily in France عنده وحد الخدمة مزيانة دابا وعيش مزيان وفرحان في فرنسا e one further argument واحد العقم واحد اخر is that the experience that talented people gain abroad will be very useful if they decide if they decide at a later stage to go back and settle down in their own countries انه انه اقول لك واحد لغمو واحد اخر انهم ذيك التجريبة اللي كتكون عندها ذوك talented people اللي كيحصلوا عليها في برة will be very useful لغمو واحد لغمو واحد يقدروا يستخدموها مزيان الا قرروا واحد مرحلة في حياتهم باش يرجعوا ويستقروا في البلد ديالهم in other words بكلمات العالم كامل مشغل لهم والدول ديالهم شوفوا دا بالتمارين الاول اللي اعطونا قالك what is the author's attitude to brain drain اذا ما كيفاش كيشوف الbrain drain وش هو for ولا against ولا neutral neutral هو حيادي ما معه ما ضد هنا بطبعه اعطانا غير لبحال قلتي for اذا هو for brain drain لانا اعطانا positive sides of brain drain b how many arguments that he gave to support his point of view شحال من اعطا باش يدعم هذيك point of view ديال الفكرة ديالته اذا اعطانا ثلاثة انتاع الارجومنت text في خمسة ديال خمسة ديال الparagraph كينا الintroduction ثلاثة ديال الparagraph كل الparagraph فيها argument والparagraph الخامسة هي الconclusion إذن the paragraphs of the article are in this order يعني ما مرتبينش put them in the right order بان filling in the diagram يعني غد نعمرو هاد الطابل وهذا وغادي نحطو ونرتبوهم لحسب الparagraph اللي عندنا هنا الintroduction عندنا هي الparagraph b اوكي الارجومنت اللولاني يعني باينا فيه the first argument is هو d argument number 2 كان النفس c argument 3 كان هو e وconclusion راه هي اول paragraph وهو a هذا اكتمرين ما نبينش لسبب هذا قال لك هما الphrases اللي ساعدوك باش انك تعرف كيف هاش تدير الorder وكيف ترتب هاد الparagraph اول حاجة اللي هي الintroduction باش عرفناها لا اول حاجة باش عرفنا الconclusion انه can to conclude اوكي ما كناش ويد ولكن تقدروا انتوما to conclude ويد مثلا لان can حتى هي so to conclude هي اللي خلتنا نعرفو ان الparagraph ره هي الconclusion number two at the first glance brain drain seems اذا هنا هادك at the first glance brain drain seems الكمالة ديالها هي اللي خلتنا نعرفو ان التانية هي الintroduction three another argument هنا خلتنا نعرفو انه هو مثلا هو c four the first argument the first argument يعني هناك خلتنا نعرفو انه اول argument اللي هو the five one further argument يعني انا هادو لو دوك الphrases العبارة اللي كيكون في اللول تاع الparagraph هما اللي كيخليونا نحددو ونعرفو ترتيب ديال الparagraph نشوفو دبا قالوا لنا ان احنا نكتبو واحد الparagraph او الول غد نعمروا هاد الطابلو arguments for brain drain من لاختيكل وarguments against brain drain ما عندناش في لاختيكل احنا غد نديرهم so arguments for brain drain لعدنا في لاختيكل ازدناش وحدين من عندنا عندنا more support more opportunities to flourish useful experience abroad ensure their future more job opportunities and high salaries بالنسبة الarguments اللي هما against there's lack of talented workers in the origin countries يعني الدول الاصلية اللي كيهجروا منهم الناس اللي هما غالبا كيكونوا underdeveloped هادو كيكون عندهم واحد نقص فادو كالعاملين اللي هما يا talented the country remains underdeveloped كتبقى لنا الدولة كتبقى لنا underdeveloped غير ما متطوراش لان الناس كيمشي كيخرجوا منها اللي هما يقدروا يساعدوا الدولة ديالت هما كيخرجوا منها ايضا كتبقى دائما underdeveloped and ايضا it affects the economy كتبقى الاقتصال نشوف اشنو كتبت هنا درت انا غير جوج ديال arguments ما درت ثلاثة يعني انتم ما تقدروا بضيفو شي arguments من عندكم brain drain can be defined هدي هي ال introduction so brain drain can be defined as the migration of genius personals in search for better life يعني قدروا نعرف brain drain كهو الهجرة نتعدو الناس اللي هما يا genius باش يقلبوا على حياة افضل there are many arguments that support brain drain and think it's useful كنين بزاف انتع الحوجج لزاقيمو اللي كيدعمو لنا brain drain وكيدعمو انه شي حاجاء اللي همزيانا however رغمى ذلك it has many other drawbacks drawbacks حالقنا disadvantages which should be taken into the consideration اللي خسروا متخدوا بعين الاعتبار the first argument against brain drain is that the countries of origin will lack their talented workers which may lead to many consequences يعني هادوك الدول اللي كيهجروا منهم الناس غدي يخسروا دوك talented workers ديالهم اللي يقدر يقديل بزاف انتع النتائج once they leave their country انفكي خلوا الكون ديالهم in search for better opportunities للبحث عن فرص افضل they leave behind a great effect and loss in the original country كيخليو من نورهم واحد تأثير كبير واحد الخسارة كبيرة في الدولة الاصلية ديالتهم the second argument is that the country of origin remain underdeveloped يعني كتبقى underdeveloped as it loses as it loses their talented professionals لأنهم كتخصف دوك النفس الموهوبين ديالها instead of helping their country to grow and become richer they immigrate to help developed countries become richer and more developed يعني بدل هدوك professionals talented professionals بدل ما يبقوا في الكون ويساعدوها باش انها تكبر وتولي اكتر ثراء كيقرروا انهم يمشيوا اهاجروا لدوك اصلا الكون لهم developed ويساعدوهم باش يوليو اكتر ثراء واكتر more developed to conclude with developing countries should work harder to gain its talented workers by giving them tempting salaries and better opportunities to turn brain drain into brain gain يعني كخلاصة دوك الدول اللي هما ما زال لم تطور انش خاصهم يخدمون زيان باش ي باش ي محلق يكسبو دوك الوركرز اللي هما talented ديالهم عن طريق مثلا يعطوهم tempting salaries the salary اللي هما مغريين ويعطوهم ايضا فرص افضل باش يقدرو انهم يحولوا دك brain drain الهجرة الى brain gain باش يحصلوا عليهم بحلقة يربحوهم بدل ما يخسروهم الحاجة اللي مهم ده في التمرين الرابع هو اللي قلنا نكتبوه exchange your article مهم 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 تشوف انه عندك واحد الانترودكشن مزيانة عندك كس عطي دي زا غيمور اللي هما يا كافين انا عرفت نقص دي واحد لغيمور ما درتو تغيير جوج انتم ما تقدروا تددو argument دي لكم used phrases and connectors يعني كنت تخدم بعض العبارات و connectors لك تجمع ما بين arguments و تجمع أيضا sentences هذا هو اخر درس وهذا هو الاخر دي لها الفيديو هذا كنتمنى انكم يكون بكم هاد الفيديو كيف العادة اللي لا تنسى رجب لجيم ولكن توجد رسلكم الجديد ان شاء الله و كيف العادة شكرا على المشاهدة و إلى اللقاء في درس آخر ان شاء الله